إلى لندن وإلى السيد أشرف العادي كبير الاستراتيجيين في سيتي اندكس افكس سوليوشنز أشرف أهلا بك وكما شاهدت معنا اليوم النتج المحلي الإجمالي لم يعدل إلى الارتفاع وهذه القراءة الأخيرة 2.2 في المئة هل سنشهد برأيك النمو سيء للربع الأول من العام الحالي في الولايات المتحدة؟ الربع الأول نعم الكلام كان هذا عن حكي قديم يعني كان عن الربع كان آخر توقعات ولا آخر تحديد للربع الرابع كل ربع كل نمو لكل ربع يعني عنده ثلاث بيانات البيان الأول يعني التوقعات وبعدين التوقعات الثانية وتوقعات الثالثة ولا هو البيانة الثالث وذلك يحدث كل شهر الفائدة تاعة آخر رقم اللي هو ليجي بعد ثلاث أشهر ولا بعد ستة أشهر أنه هو يعطيك عن الربع والربع وبالرغم من أنه النمو الربع الرابع في الولايات المتحدة كان لم يكن هناك أي تغيير أرباح الشركات تم تغييرها كانت حوالي أظن واحد فاصل ستة واحد فاصل واحد بالمية زائد وتم تغييرها إلى الهبوط أنه الأرباح تم هناك تغيير من ارتفاع واحد فاصل واحد بالمية إلى أعتقد الناقص والهبوط في واحد فاصل ستة بالمية وبعد ذلك الدولار يعني دخل في المزيد من الخسائر ولكن الآن الكلام يعني الفائدة لازم تكون عن ماذا سيحدث في الربع الأول وأرقام الربع الأول الآن هناك في عندك فالاقتصاديين يعني عم بغيروا توقعاتهم ويتوقعون من أن الربع الأول في الولايات المتحدة النمو الآن سيكون سيكون واحد فاصل فاصل أثمانية بالمية ولا واحد فاصل ستة من التوقعات الأولى التي كانت حوالي اثنين فاصل واحد ولا اثنين فاصل اثنين طيب اليوم يعني ربما لكل الأنظار بعد هذه الأرقام متجهة إلى جانيت يلن ما الذي نتوقعه اليوم يعني شهدنا على فكرة اليوم تصريحات كانت متبينة من بعض أعضاء الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي ما الذي نتوقعه من جانيت يلن نعم صعب الواحد بتوقع يعني قبل ما أجيب السؤال هذا لازم نعرف ولازم نفسس ونحلل ماذا حدث بآخر سبعة أيام ولا آخر تسعة أيام منذ لقاء يوم الأربعة اللقاء الاجتماع الفيدرالي يوم الأربعة اللي فات ليس الأربعة هذا ولكن 18 شهر شهر مارس فالسوق كان شاري كان شاري الدولار كان داخل بشراء الدولار اجد جانيت يلن وقالت انه فهي حاولت تغير ولا حاولت ان تؤخر توقعات السوق ان تؤخرهم ولا تؤجل توقعات السوق ولا انتظار توقعات السوق لرفع سار الفائدة الآن السوق صار صار يقول انه كان يتوقع شهر ستة أسعار الفائدة انه يكون ارتفاع هناك والآن يتوقع انه أبكر إشي ستكون بشهر تسعة ولذلك هذا أثر عن الدولار وهذا أثر على هبوط كتير خطير وكتير سريع في الدولار خصوصي مقابل اليورو والناس لازم يعرفون انه لانه كان في هناك يعني من كثر الشورت والنت شورت في اليورو انه كل هذه تم هناك الإغلاق عن ذلك وهو ذلك الذي شرح الارتداد من واحد سفر ستة إلى واحد واحد وعشرة خمسين ماذا ستقول جانت يالن؟ أظن انه لساتها ستجدد المسج المسج والرسالة إلى السوق وتقول لهم انه نحن ليس ليس منتظرين أي رزنامة ولا أي وقت ولحن لساتنا انه تحت تحت تحكم الديتا اللي هي البيانات لازم ننتظر المزيد من البيانات ولازم ننتظر انه يعني بمعنى العربي نحن عارفين انه كان في هناك تقدم وهناك تقدم في سوق الوظائف وهناك في هبوط في نسبة البطالة وهناك ارتفاع في الوظائف الجدد ولكن البرك المركزي الامريكي يريد ان يرى البزيد من الارتدادات في المدخولات ويعني في الاجور واهم اشي في الانفليشن وهو اتضخم اتضخم الان هو على 1.3 ولا 1.1 بالمية والبنك المركزي يعني يريد ان يرى مش الا ضروري 2 بالمية ولكن يرى الترند الاتجاه انه يكون مرتفع ويكون مقترب على شهرين ولا على ثلاثة اشهر على التوالي بالرغم انه عمشوف 1.3 ولا 1.1 وهو احسن من 0 بالمية في بريطانيا الاتجاه لسا تنازل في الورد المتحدة كيف ترجم هذا الوضوع هناك من يشيرون انه اشرف يعني ما نلاحظه يعني دعنا فقط نركز قليلا على اسواق الاسواق وترجم هذا الموضوع انه ليس بقدرة تفضل تفضل ليس بقدرة البنك المركزي ليس بقدرة البنك المركزي الامريكي ان يرفع الاسواق هذا هو الكلام وهذه هي الكونكلوجين وهي النتيجة وهو يستعمل اكسكيوزز ويستعمل يعني كل شهر تعده مبرر جديد والمبرر جديد يقول انه تضخم كتير واطي التضخم ليس ينمو بكفاية ليس يبرر انه لازم ان نرفع اسعار الفائدة ولا ننسى انه الاسبوع الجاي رح ندخل بموسم بموسم موسم النتائج شهر الربع الاول في الويد المتحدة للشركات والربع الاول كان الدولار طلع 11% 11% الدولار طلع يعني بعد ما صار اللي صار بالاسبوعين هذول الدولار طلع يعني 10% ولما نزيد الربع الثالث والربع الرابع الدولار طلع 20% وهذا اكبر ارتداد مجموعي يعني بالجملة في ثلاث اربع منذ 1989 فطبعا هذا لازم ان يؤثر عن الشركات اول امبارح شفنا هناك في هناك عن شركة AMD اللي هي بطلع اللي هي بطلع يعني سمي كوندوكترز بالكمبيوترز حوالي ثلاث اشهر شفنا الشركات التي بتتكل عن الدولار كانت مثل ومثل إذا هذول كانوا يعانون من قوة الدولار حوالي ثلاث اشهر اتصور شو رحين يقولوا بالموسم النتائج الذي سيبدأ الاسبوع الجاي الشركة القوة ماذا ستقول فاعتقد انك نعم اشرف فهذا طبعا هو التساؤل بالنسبة للأصوار بالنسبة للأرنينج سيزنز اليوم بدأنا نشهد حالة من التوتر في السوق كما شهدنا منذ حوالي ثلاثة ايام هذه التراجعات هل تعتقد بانه خلال الموسم الافصاحات سنشهد هذه المرة تصحيحات قوية التي كنت ربما تنتظرها خلال العام الماضي في ديسمبر سنقش معك هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير اهلا بكم مشاهدين من جديد واعود هذه المرة الى لندن لسيد اشرف العادي كبير لاستجيين في سيتي اندكس افكس سوليوشنز سيد اشرف يعني كنا تحدثنا عن اداء الاسواق الامريكية خلال الفترة الماضية ولكن اليوم يعني يبدو الشكل المختلف تحذيرات استمرت منذ حوالي الستة اشهر بالنسبة لارتفاع الدولار الامريكي والتأثيره على الارباح شهدنا بعض التراجع في نمو الارباح خلال الربع الاخير من العام الماضي ما الذي نتوقعه اليوم من نتائج الشركات للربع الاول وكيف برأيك سيكون تصرف اسواق الاسهم هل سنشهد التصحيح الكبير الذي توقعته منذ فترة يعني كما قلت اذا كان في هناك المخاوف هذه التي تأتي حوالي ثلاثة اشهر بالموسم نتائج الذي كانت بالربع الرابع بألف بألف واربع طاش اذا كانت كانت هناك عندك عندك الارباح لعندك الارباح اللي هي الارباح وعندك السيلز اللي هي المبيعات وكان هناك مفاجآت يعني خلينا نعرف انه السوق الان بموسم الارباح وموسم النتائج يكون هو يعني متأثر بنسبة ولمدى المفاجآت مفاجآت بين التوقع وبين الارباح والتوقع وبين المبيعات انه كدش بعت الشركة كم كان هناك نمو بالمبيعات وكم كان هناك نمو بالارباح ونحن نعرف انه شركات والاناليست وانهما يعني تخصصون انه يهبطون وينزلون مدى التوقعات اذا انت توقعاتك راح تكون كتير كتير واطية فهذا يرفع مدى المفاجآت الايجابية الان شفنا انه الفرق بين المفاجآت الايجابية في الارباح في البروفيت والمفاجآت الايجابية في السيلز وفي المبيعات هناك اكتر اكتر يعني مفاجآت ايجابية في الارباح لانه الشركات بتعرف كيف بتقص الكوست وتقص التكليف واما مدى المفاجآت الايجابية في المبيعات فطبعا كانت اقل لانه ليس هناك جهد ولا ليس هناك سكوب يعني للشركات انه يعرفون كيف يتحكمون في المبيعات والارباح هي المبيعات ناقص التكليف فاذا بتزيد عليها كمان نسبة لعامل الدولار قوي فاخشى انه طبعا سيكون هناك يعني هذه اللعبة انه يعني الى اي مدى يمكن انه الشركات ان تنزل ان تنزل التوقعات لكي تؤدي الى مفاجآت ايجابية وبتزيد عليها تأثير الدولار القوي اللي صار اكتر ب اللي زاد عليها يعني يعني عشر بالمية بالربع الاول فاخشى انه لن يكون هناك لا ارى يعني ليس متفاءل بالسوق في اشي تاني العامل الاخر انه في عندك اشي اسمه نتائج من الشركات والاشي التاني انه ما هي توقعات الشركات للربع الثاني والربع الثالث للعام هذا في شركات تقول طيب انه بالرغم انه انه فاجأنا ايجابيا انه ليس هناك شفافية ولسنا متفائلين في منطقة امريكا الجنوبية ولسنا متفائلين من مدخول من اسيا فيمكن ان تقول هذا ولكن اللي اشي اللي بقوله واعود كمان مرة انه العام هذا 2015 راح ندخل راح راح نشوف على الاقل خسائر من يعني من المستوات يعني من المستوات يعني بالحالية هذه اللي بالاسواق المالية وبالبورصة راح نشوف على الاقل خسائر على الاقل عشرة بالمية والاثناش بالمية بالاسم بي وبداو جونز وكانت مفاجأة امريكا ديفايس لما تم هناك يعني داون جريد كان هناك داون جريد من شركة يعني اللي صار اليوم الاربعة يعني هذا كانت وهذا اثر كثير على الناس داك تعني تعني تكنولوجيا ولكن اقول مرة اخرى انه يمكن جانت يلن اعطت مهلة للاسواق وانه قالت انه انه يمكن ان تمدد التوقعات ولا تؤجل توقعات رفع سعر الفائدة نعم ولكن 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 يمكن هذا سيشتري وقت نوعا من الوقت يعني ولكن لسا رح ندخل الى وهو المثل الذي يقول بيع في شهر خمسة واطلع وارجع بعد شهر عشرة سال واتوقع ذلك ويمكن انه نرى نوعا من القمة بشهر اربع ولكن سيكون موسم الصيف كتير صعب نعم اشرف دعني انتقل من جانيت يلن الى مارك كارني اليوم استمعنا الى مارك كارني ولكن استغربت بالنسبة لتصريح كارني بانه ذكر ان الخطوة القادمة ستكون لرفع مستويات الفائدة هل هناك من اي محلل او اي شخص كان يستمع على التصريحات كان يعتقد بانه سنشهد تخفيض لمستويات الفائدة الكل كان يعلم بانه سنشهد تجديد السياسة النقضية بالنسبة لبريطانيا ما هو المقصود بهذه العبارة التي ذكرها اليوم مارك كارني ادعو للمشاهدين ان يطالعون ويشترون كتاب جورج سوروس جورج سوروس الذي قال الذي هو اعطى نظرية الرفلكسيبتي اللي هي الانطباق ما بارك بتقولها طب العربي وهو يقول انه ماذا يحدث بالسوق تحركات الاسعار ليس بالضروري ان تنطبق عن ماذا يحدث في البيانات ولكن تنطبق عن ماذا يحدث في توقعات التريدرز انه السبب انه اليورو طالع ولا نازل مش لانه بالضروري الارقام من اليوروزون عملت هيك ولا عملت هيك ولكن هذلك ينطبق عن توقعات السوق لما يأتي اشي جديد فطبعا يعني ما يكون اشي جديد يمكن انه يكون اشي اللي يكون نفس الاشي سواء كان تصريح من البنك المركزي سواء كان رقم هذا يمكن ان يغير مجرى التوقعات وبعد ذلك يؤدي الى تغيير السوق مارك كارني رئيس البنك المركزي الانجليزي لما قال انه الخطوة القادمة اتوقع انه في احتمال انه الخطوة القادمة في اسعار الفائدة اتوقع ان تكون ارتفاع في اسعار الفائدة وليس وليس انخفاض في اسعار الفائدة يمكن ان هذا ليس كلام جديد ولكن بعين الاعتبار انه ماذا حدث بالاسبوع اللي فات والاسبوع اللي فات اللي هو الاقتصادي الاساسي الرئيسي للبنك المركزي الانجليزي وهو قال يعني قال كلمة الانخفاض قال اذا في هناك مخاطر الانكماش ويمكن اذا هذا سيستأنف فيمكن ان يؤدي الى احتمال في انخفاض اسعار الفائدة وويل كما قلتك كما كنا نتكلم انا وياك بالاسبوع اللي فات ويل من البنك المركزي الانجليزي اللي هو كان يريد ان يشدد اسعار الفائدة ويشدد السياسة النقدية استرجى وقال وغير اللعب وكمان قال كلمة الانكماش فعشان هيك السوق صار يبيع الباوند الاسبوع اللي فات وصار يبيع الباوند يوم الثنين ويبيع الباوند يوم الثلاثة ولما اجت نعمة شفيق اللي هي اصلها مصري هي كمان هي بالبنك المركزي الانجليزي نعمة شفيق بيسموها مينوش وكارني بالاسبوع هذا كمان ومايلز قالوا انه قالوا اشي ليش جديد ولكن الاشي هذا يعني استولى عن التوقعات وغير مجرى اللعب وهو ادى الى الارتداد في الباوند هل هذا ارتداد ام مجرد يعني تصحيح لا توقع انه رح نطلع فوق دولار وخمسين وعشرة لانه الان الناس اللي بتداولون الباوند سواء كانوا بالسعودية ولا بالامارات ولا بالكويت ولا بالبحرين ولا بالجزائر ولا بالعمان ولا بالقطر اللي بتداول بالباوند لازم يعرف انه شو رح يصير بشهر اربعة وشهر اصبع رح يكون فيه المهرجان السياسي للانتخابات الانتخابات في بشهر خمسة في انجلترا وهذا سيكون سيركس ويكون مهرجان ويكون فيه هناك كلام ولكن طالما انه كاميرون لساته على لساته بالاولوية ولساته فيمكن انه هذا يمكن ان يساعد الباوند نوعا ما ولكن كما تعلم ايضا اشرف ان انتخابات ربوم هي الاقرب منذ عام تقريبا 1970 بالنسبة للمنبكة المتحدة ولكن اشرف انتقل معك الى ما ينتظره المستثمر والمتداور خلال الاسبوع القادم وهي بيانات الوظائف عرام ببيانات الاقتصادية كيف نتصرف مع هذه الكلام القصة جانت يلن ناصر الان صار الاسواق صارت يعني لا تسامح الدولار صارت ان تعاقب الدولار باكتر معاقبة كل ما يكون هناك كل ما يكون هناك ارقام تخيب الامل فاعتقد انه اذا سيكون هناك اية ريحة ريحة تخيب الامل بمصدر برقم البيانات بالبيانات سواء كان انه نوعا من الارتداد في نسبة البطالة ولا نسبة النمو في الاجور لن تكون يعني يعني طالع كثير ولا اذا السوق كان يعني يتوقع 220 ولا 230 ويأتي الى 190 فاعتقد انه السوق الان سيكون الدولار سيعاقب اكتر ولكن اقول يعني الواحد انا عارف انه الناس بالخليج خصوصي بالخليج العربي الليしく يعني والفوريكس بحب المغامرة ويزيدون الرفع المالي الى 400 الى واحد و300 الى واحد وانا اقول انه هذا ما احترامي لكل مداولين ولكن This is madness يعني سخرية الواحد بالداول بالاسواق المالية الى 400 الواحد ولكن اذا انت تسترجى تداول بالاسواق المالية 400 الواحد بالرفع المالي 30 Und 400 الى واحد. اوكي؟ واليورو دولار عم بتحرك كل يوم. مئة وثمانين نقطة. مئتين نقطة. فانت ليس انه انت عم تتداول. ولا مش لازم بتسمي حالك مستثمر. ولكن اقدر اقول انه عم بتسمي حالك انه هذا قمار. فالناس اللي بيسوه بيسوه يعني برنامج ويقول الاسواق المالية قمار. اسواق المالية ليس قمار. ولكن هي يمكن ان تكون تحليل ويمكن ان تكون استثمار. بس اذا واحد بده يدخل بالسوق برفع المالي اربع مئة وواحد. هو عارف انه السوق صار تغير وصار يتحرك من تين دوقتا باليوم. نعم. فهو بالفعل انا وافق على هذا الرأي. هناك من يستخدم اسواق المالية وخصوصا اسواق العملات ربما الى يعني يميل الى المقامرة اكثر من الاستثمار وخصوصا بالروافع المالية التي ذكرتها. على كلنا اشكرك جزير وشكر سيد اشرف العيدة كبير. الاستراتيجيين في سيتي اندكس افكس سوليوشنز على هذه المشاركة. ومشاهدين فاصل قصير. ومن ثم ايضا ندخل بتفاصيل اكثر في اسواق العملات. اشتركوا في القناة